الزواج معلوم عند الله عز وجل زواجك من فلانة وزواجك من فلان معلوم عند الله وليس مكتوباً يعني معلوم هذا في علم الله لأن لا يقع في الكون شيء لا يعلمه الله سبحانه وتعالى سبحان الله عما يشركوك فالله يعلم وأنت تأتي بالاستخارة والاستشارة والاستنارة والتساؤل والمحبة والعطفة والميل والاختيار لتحقق علم الله وتحقق مراد الله لكن لك أن تطرق هذا الباب لأن أنت مخير أنت في الزواج غير مصير أنت مخير والإنسان يحاسب على ما فيه مخير ولا أحاسب على ما فيه أنا مصير يعني وحاسب على اليوم اللي ولدت فيه ولا اليوم اللي هموت فيه هذا تسيير لا دحل إلي به ولا على لوني ولا طولي ولا قصري ولا لون شع أبداً لكن مخير في إيه في تصرفاتي وسلوكي واختياراتي فالزواج اختيار ولابد أن تستخير وتستشير وتستنير وتتريث وتتشوف المعايير المختلفة ثم بعد ذلك يأتي فضل الله في إتمام هذا الأمر أو عدم إتمامه هذا الله أعلم ترجمة نانسي قنقر